اهلا بكم الى موجز اخبار الان اجلت السلطات في كاليفورنيا الافا اخرين من منازلهم مع اتساع نطاق حرائق الغابات بسبب التغير المستمر في اتجاه الرياح وتوقع المسؤولون ارتفاع عدد القتلى الذي بلغ حاليا اربعين قتيلا بضل بقاء مئة الاشخاص في عداد المفقودين تعرض احد اكبر منتجي هوليوود هارفي وينستاين للفصل من ستوديو وينستاين الذي اسهم في تأسيسه بعد تهمه بالتحرش بمجموعة من الممثلات على مدى العقود الثلاثة الماضية وقالت الاكاديمية في بيان ان مجلس محافظيها صوت بغالبية تزيد على ثلثي عدد الاعضاء لصالح طرده فورا من الاكاديمية خرج عدد من المقاتلين الاجانب في تنظيم داعش من الرقى بموجب اتفاق تم توصل اليه السبت وقال عمر علوش عضو المجلس المدني لمدينة الرقى السورية ان بعض وليس كل المقاتلين الاجانب في تنظيم داعش غادروا المدينة قال مسؤول امني كردي ان مقاتلي البشمرقة الاكراد رفضوا انذارا من قوة شبه عسكرية عراقية للانسحاب من تقاطع طرق مهم بجنوب كاركوك وقال المسؤول في المجلس الامني بحكومة كردستان العراق ان الحشد الشعبي امهل البشمرقة حتى منتصف الليل السبت للانسحاب من تقاطع مكتب خالد دعا الدكتور انور قرقاش وزير الامارات للشؤون الخارجية الى اعلان مواقف واضحة تجاه الخطر الايراني وتدخلات طهران في شؤون دول المنطقة وقال قرقاش ان خطر التوجهات الايرانية النووية والصاروخية والتدخل في الشأن العربي يطال جميع دول المنطقة الالكترونية يذكر ان الليجانة الولمبية كانت قد اعلنت انضمام الرياضات الالكترونية الى منافسات الولمبياد القادمة رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الشكوى المقدمة من الاتحاد الغني لللعبة ضد الحكم الجنوب افريقي دانيل بينت الذي ادار مباراة المنتخبين الغني والاوغندي والتي انتهت بالتعادل السلبي في السابع من اكتوبر الحالي ضمن منافسات التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا وكان الاتحاد الغني قدم طعنا الى فيفا على طريقة ادارة الحكم للمباراة حيث الغى هدفا صحيحا للمنتخب الغني ورغم هذا اكد فيفا انه لن يفتح اي تحقيق بهذا الشأن نهاية الموجز الى اللقاء